توقيهات رئاسية بإعداد حزمة من الفرص للمستثمرين السعوديين ورئيس الوزراء يشيد بتوقيع التفاقيات بقيمة 7.7 مليار دولار مع المملكة أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ويدعو لإجراء انتخابات جديدة مصرع أكثر من ألف شخص وإصابة المئات جراء زلزال في أفغانستان ومصر تعرب عن خالص تعازيها للضحايا وأسرهم الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين وذلك في ظل إعلان المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة القادمة جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقار مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أشهد رئيس الوزراء بتوافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك كما أشهد مدبولي بما تم توقيعه من 14 اتفاقية من الجانب السعودي باستثمارات تصل قيمتها إلى 7.7 مليار دولار وفي هذا الإطار ثمن رئيس مجلس الوزراء جهود مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين من خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلات المستثمرين كما أشار مدبولي إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخرا منوها في هذا الإطار إلى أن المباحثات تناولت مسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنصيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 417 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 56.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم دبط أكثر من 34 طن وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 609 قضايا من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية غير مطابق للمواصفات في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم دبط ستة قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 32.3 طن أقماح محلية اختتمت فعليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان لسلام والتنمية المستدامين ويأتن عقاد المنتدى نعكاسا لحرص مصر الدائم على الدفع بأجندة العمل الإفريقي خلال المرحلة الدقيقة وفي مقدمتها مواجهة أزمة الغذاء وتعزيز الجهود الشاملة لمواجهة تحدي الإرهاب وجهود الاتحاد الإفريقي في إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات ومواجهة تغير المناخ للمزيد من المتابعة والتحليل حول ختام هذا المنتدى ينضم إلينا من مقر عقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في تفاصيل ثاني أيام عقد المنتدى وما تضمنه من أجندة عمل ومناقشات تهم القارة الإفريقية نعم مصطفى بعد التحية نتابع معكم لليوم الثاني على التوالي وهو اليوم الأخير لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثالثة كما تبعنا بالأمس الجلسات التي كانت موجودة وناقشت عدد من القضايا تستكمل هذه الموضوعات اليوم من خلال عدد من الجلسات لعل أبرز الجلسات التي ستكون على أجندة المنتدى اليوم هي الجلسة الأولى التي ستكون بعنوان تمويل السلام والتنمية المستدامين لمواجهة المخاطر المتتالية هذه الجلسة تحدثت عن أهمية التمويل للمشروعات الموجودة في القرى الإفريقية لحد من المخاطر الموجودة وفي هذه الجلسة تحديدا تحدث الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وتحدث عن أهمية وجود دعم مالي يوضع في نطاقه الطبيعي لتمويل المشروعات أو حتى تمويل كل السبل التي من شأنها أن تحقق التنمية والسلام داخل القرى الإفريقية فهذه كانت من أهم الجلسات اليوم أيضا الجلسة الأخرى والتي انتهت منذ قليل وهي جلسة بعنوان الدفع بالسلم والتنمية المستدمين في البحر الأحمر تحدث الحضور عن أهمية هذه المنطقة وأيضا الفرص الموجودة للاستفادة منها لتحقيق الأمن والسلم داخل هذه المنطقة فكانت مناقشة غنية بالمداخلات من الوزراء الأفريق الموجودين في هذه الجلسة وأيضا الحديث عن التنمية الاقتصادية داخل منطقة البحر الأحمر أما كان هناك جلسة أخرى وهي هامة أيضا وهي العلاقة ما بين النزوح المناخي والحفاظ على السلام في أفريقيا تحدث الحضور عن علاقة تداعيات المناخ وأثرها على نزوح ملايين من الأشخاص في الدول الأفريقية بحثا عن فرص العيش وأيضا فرص العمل وتحدث الحضور عن الإحصائية التي تقول بأن بحلول عام 2050 سيكون هناك ما يقرب من مائتي وستة عشر شخصا يعني سيتم نزوحهم بسبب طبعا التأثر بالتغيرات المناخية فبالتالي كان هناك الحديث عن الفرص أو السبل التي يتم الوصول إليها إلى هؤلاء الأشخاص وبحث هذه المشاكل ووجود حلول لها حتى لا يتم نزوح هؤلاء الأشخاص بسبب تداعيات تغير المناخ أيضا كان هناك أو سيكون هناك الجلسة القادمة نعم صف من واقع متابعتك محمود لأجواء هذا المنتدى يعني هناك الكثير من ردود الأفعال من المشاركين والكلمات التي شارك بها أصحابها من الدول الأفريقية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبالطبع يأتي على رأسها إعادة التنمية في القرى الإفريقية يأتي أيضا قضية هامة جدا وهي قضية تغير المناخ ومصر ستكون على موعد بعد أشهر قليلة في إنعقاد مؤتمر هام لتغير المناخ كيف رصدت هذه ردود الأفعال محمود من المشاركين في هذا المنتدى وأهميتي في نسختي الثالثة هذه هي كانت الجلسة القادمة التي كنت سأحدثك عنها مصطفى وهي جلسة ستكون بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التغطية الحديث عن قمة المناخ كوب 27 التي ستعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وهي من أهم الأحداث وما يميز هذه النسخة وهذا ما تحدث عنه الوزراء الأفريق المشاركين في هذا المنتدى أو حتى المشاركات العالمية من الدول الأجنبية يعني أكدوا على حرص مصر على إقامة هذا المنتدى الذي بالطبع التوصيات التي ستخرج اليوم في الجلسة الكتامية سيتم بلورة هذه التوصيات ووضعها على أجندة كوب 27 في نوفمبر المقبل فبالتالي يعني يقدموا طبعا الشكر لمصر وكانوا يعني في قمة السعادة بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لأنه وضع أو تحدث عن القضايا والتحديات الموجودة في إفريقيا والتي سيتم مناقشتها خلال هذا المنتدى وأيضا السيد الرئيس خلال كلمته وضع بعض الحلول لحل هذه المشاكل والتحديات الموجودة في القرى الإفريقية فردود الأفعال هنا كلها يعني تؤكد على دعم مصر أيضا للقرى الإفريقية والدفع بعجلة العمل نحو القرى الإفريقية وتحقيق السلم والتنمية داخل القرى تمهيدا بالطبع لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وفي انتظار التوصيات بالتأكيد التي سيخرج بها المنتدى في يومه الأخير اليوم كل شكرا تقدير زميلي مراسل التلفزيون المصري من شرم الشيخ محمود جميل أن وضعت القرى والمشاهد الكريم في الصورة بشكل كامل شكرا جزيلا لك محمود أشهد رئيس البرلمان العربي عدل العسومي بنتائج الجولة الخارجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود لكل من مصر والأردن لسيما على الجانب الاقتصادي في ظل الرؤية التنموية الطموحة لولي العهد السعودي العابرة للحدود وثمن العسومي مخرجات لقاء رئيس السيسي وولي العهد السعودي والملك عبدالله الثاني والتي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالتعاون وتعزيز التضامن العربي والإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا وتحديات المنطقة قبيل القمة العربية الأمريكية المرتقبة في السادسة عشر من يوليو المقبل أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات عامة وقال ولي العهد الكويتي في كلمة له نيابة عن أمير الكويت الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح قال أنه تقرر اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المصار السياسي واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالح العليا وبناء عليه فقد قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحترام لإرادته الأحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية أعربت مصر عن خالص التعزي والمواساة لأفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات كما أعربت مصر حكومة وشعبا عن صادق مواساتها لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين مؤكدة على تضامنها مع أفغانستان في هذا المصاب الأليم كانت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان قد أعلنت أن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس رغتر أدى إلى مصرع أكثر من ألف شخص على الأقل شرق البلاد وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بيكتيكا حيث أدى زلزال أيضا إلى إصابة المئات وأشار حقاني إلى أن السلطات بدأت عملية إنقاذه تم استخدام طائرات الهليكوبتر للوصول إلى الجرحة ونقل الإمدادات الطبية والغذاء أهلا بكم من جديد إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلادها ترفض بشدة تهديدات روسيا بالانتقام من لتوانيا بعد أن فرضت دول البلطيق قيودا على بعض البضائع والتي تمر إلى جباب جلينجراد الروسي وقال ستيفن هيبستريت أنهم يطالبون من روسيا عدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي وكان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف صرح بأن روسيا تعد إجراءات للرد على قيام لتوانيا بتطبيق حظر على عبور سلع خاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي إلى منطقة كالينجراد الروسية على بحر البلطيق قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا من خلال السفن الأجنبية لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى أن الغرب يصمت تجاه وصول أسلحة إلى أوكرانيا ويتهم بلادها بمنع تصدير الحبوب أضفت أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن صادرات الحبوب والطاقة على أن توفر حتى نهاية العام نحو 25 مليون طن من الحبوب وما لا يقل عن 22 مليون طن من الأسمدة كما أعربت المتحدثة عن استمرار كافة الالتزامات الثنائية مع الدول المعنية ومتابعة إرسال المساعدات لدول كاليمن وقرغزستان وطاجكستان ولبنان وكوبا أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 500 عسكرية أوكرانية جراء ضربة بأسلحة عالية ضقة استهدفت موقعا في مدينة نيكولايف جنوب أوكرانيا وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوانانشينكوف إن الطيران الروسي دمر خمسة مستوزعات للتخيرة ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 151 منطقة ولفت أيضا إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت 253 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة إلى ستة مستوزعات للذخيرة في لوهانسك شرق أوكرانيا شبه حريق في مصفات نوفاكاش في منطقة روستوف شمال العاصمة الروسية موسكو بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة هذا وقد أوضحت المصادر الروسية أن إحدى الطائرات استضمت بوحدة نقل حراري بينما حلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة هذا وقد ذكرت وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطوارئ المحلية أن الحريق تم إخمادة أكد الأوكرانيون أن الضربات الروسية تدمر كل شيء في مدينة لينشتاك الصناعية الاستراتيجية القريبة من سيفردوناسك في منطقة دومباس في شرق البلاد يأتي ذلك فيما تكثف سلطات كييف الجهود للحصول على أسلحة ودعم لطلب ترشيح العضوية للاتحاد الأوروبي وكتب عبر التليجرام سيرجي جايداي حاكم منطقة لوهانسك قائلا أن الجيش الروسي يدك منطقة بالمدفعية والصواريخ والقنابل الجوية وقاذبات للصواريخ يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية بانطقة دومباس شرق أوكرينيا يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية والتي شبه الرئيس الروسي فلادامير بوتن أحدثها بالأزمة الحالية يبدو أن الماضي يلقي بظلال ثقيلة على أحدث وأغرب حروب القرن الحادي والعشرين وها هي القارة البيضاء التي نسيت تاريخ الحروب منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تشهد حرباً أوروبية أوروبية من نوع خاص إلا أن الدب القضي يرى أنه ما أشبه الليلة بالبارحة فبالتزامن مع إحياء ذكرى غزو الزعيم الألماني هتلر للاتحاد السوفيتي في عام 1941 مالت كفة القتال في الحرب المستمرة منذ أشهر لصالح روسيا في الأسابيع الماضية بسبب تفوقها الهائل في قوة النيران المدفعية وهي حقيقة اعترف بها الرئيس الأوكراني زلينسكي في خضاب له وعشرات التصريحات الأخيرة وللتزكرة تارة وللتحزير تارة أخرى قررت روسيا فتح ملفات قديمة وراها الصرى بينما أيقظتها ذكرى الغزو الألماني حيث كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وسائق تعود إلى بداية الحرب العالمية الثانية وتلوح بقيام ألمانيا بارتكاب جرائم حرب تفوق ما تتهم بهم موسكو الآن في أوكرانيا كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن ما تتعرض له روسيا من محاولات للتشويه أمام المجتمع الدولي أيضاً يشبه ما حدث إبان عام 1941 وما بين ذكريات الماضي وألم الواقع يقدد بوتين تأكيده من حين لآخر بأن عمليته العسكرية جاءت ضرورة لا خيار مشيراً إلى أن ما حدث في الماضي وكلف الاتحاد السوفيتي ملايين الأرواح وتسبب في خقدانه لمناطق ذات أهمية استراتيجية لن يسمح هو بتكراره اليوم إلى ذلك تتواصل الأزمة الأوكرانية التي تكتاح القارة البيضاء من شرقها لغربها منذرة بحرب عالمية ثالثة لم يشد فتيلها حتى الآن ترجمة نانسي قنقر يسعى الرئيس الأوكراني فلودمار زلناسكي إلى جانب المطالبة بالمزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائه الغربيين لضمان أن تمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد هذا وقد لقي تصريح زلناسكي دعما من الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان فونو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أشار كليمان إلى وجود توافق تام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع نظرائه في لوكسنبورغ بشأن طلب ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد والذي ينتظر الحصول على موافقة رسمية خلال القمة الأوروبية يوم الخميس القادم موسيقى 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 عرب رئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره لتعاون إسبانيا الوثيق في الرضي على تدخل روسيا العسكرية في أوكرانيا بما في ذلك توفير الأمن والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها لفرض عقوبات قوية على روسيا جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الإسباني بادرو سانشيز لمناقشة الاستعدادات لقمة النيتو المرتقبة في مدريد يومي التسع والعشرين والثلاثين من شهر يونيو الجاري ورحب الجانبان بفرصة لقائهما خلال زيارة لبايدن المرتقبة إلى إسبانيا للمشاركة في قمة النيتو كما شكر الرئيس الأمريكي نظيره الإسباني لاستضافة بلاده للقمة حيث سيواصل الحلفاء رسم مسار لتحاول النيتو خلال العقد المقبل أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية ألس ندريرتو أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة للإبادة الجماعية في أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة وقالت ندريرتو أمام مجلس الأمن الدولي أنها بدون صلاحيات قضائية لا يمكن لمكتبها أن يحدد ما إذا كانت حالات معنية تعتبر جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب من جانبها أشارت رئيس المركز أو رئيس المركز الحكومي الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات أشار إلى أن هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الأزمة لكنه من غير المراجحة تمكن من إحصائهم وبضقة عالية في خطاب ألقاه قبل بدء قمة مع قادة روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أدان الرئيس الصيني شيجين جبانج توسيع التحالفات العسكرية ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن شيجين تصريحه في منتدى بريكس الاقتصادي أن الأزمة في أوكرانيا هي مؤشر اندار آخر للعالم منتقدا توسيع التحالفات العسكرية والسعي إلى تحقيق الأمن الفردي على حساب أمن الدولي الأخرى أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 4.238.000 لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي أوضحت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت بالأمس 23.800 لاجئ من أوكرانيا مقرنة ب23.000 لاجئ في اليوم السابق عليه بينما غادر أكثر من 227 مليون أو 2.2 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم أو يقدم حزمة دعم واسعة نطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم بما أو يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية أعلنت بريطانيا تسجيل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما عند 9.1% في مايو الماضي وأظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي تشهده المملكة المتحدة فمع مواجهة ربع سكان بريطانيا صعوبات في دفع الفواتير ارتفع معدل التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاما بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 عند 9.1% في مايو الماضي وبعد ارتفاع أسعار الطاقة شهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء في شهر أبريل وبالرغم من الإجراءات التي تتبعها الحكومة البريطانية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية تزيد هذه الإحصاءات الضغط على الحكومة للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة حيث خفضت الحكومة ضرائب الدخل ووضعت خططا لزيادة الدعم لزوء الدخل المنخفض الذين يكافحون لسداد فواتير الوقود كما تدرس فرض ضريبة أرباح على الشركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز ومع مواصلة أزمة تكلفة المعيشة يخشى البريطانيون من استمرارها خاصة مع عدم وضوح السياسات التي تنتهجها الحكومة البريطانية واستمرار الأزمة الأوكرانية التي نالت من الجميع ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وريد وليد جابالة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء التشريعي أهلا بحضرتك يا فندم يعني كيف قرأت بيانات تضخم البريطانية التي سجلت أو تم تسجيل أعلى مستويات لها منذ أربعين عاما أهلا وسلم يا سيدانيين وأهلا وسلم بكل أستاذ المشاهدين وبالتأكيد هذه الأرقام ليست مفاجأة بالنسبة للقضيين وربما تكون أقل من المتوقع وأنه كان من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم أكبر من ذلك بريطانيا تتأثر بثلاثة متغيرات تدفع نحو التضخم متغيرات عالمية مثل تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية ومتغير محلي مهم جدا وهو الخروج من اتحاد الأوروبي وده اللي كان التوقع الأصلي أنه كان هيسبب تداعيات إلا أن التضخم اللي كان متوقع من خروج بريطانيا من اتحاد الأوروبي زاد مع تأثرها بتداعيات كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية هذا التضخم طبعا مدفوع بزيادات أسعار الغذاء والمشروبات والكهرباء والنقل وغيرها الحكومة البريطانية بتتعامل مع هذا التضخم بالانطلاق نحو الأمام يعني أنا شايف أنهم بيبحثوا فرض الضريبة بنسبة 25% على منتج النص والغاز كنوع من تحميلهم للجانب الأكبر من الفاتورة بينما هناك مخططات لضخ حزمة جديدة لمساندة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بنحو 15 مليار دولار في جانب آخر البريطانيين وهما طبعا رموز من رموز الليبرالية الجديدة بتبحث عن حل لبرالي وهو فتح أسواق جديدة مع دول الخليج يعني بالفعل كان هناك محاولات عديدة من الحكومة البريطانية لإيجاد حل ومخرج كما ذكرت وكان هناك اتجاه من بريطانيا للتعاون مع دول الخليج اقتصاديا كيف ترى هذه الخطوة هل ستؤتي بثمارها؟ هو الحقيقة يعني أنا شايف أن هم بيفكروا تفكير قد حر أن هم بيتجهوا إلى دول الخليج لعمل اتفاية التجارة حرة والبينما هم يبتعدوا عن أوروبا وما ارتبطوا بها من تجارة حرة من خلال الاتحاد الأوروبي فإن أنا أتطور أن الحل للحل يعني بريطانيا طبعا الحل للتخفيف الأزمة طبعا هي أزمة عالمية الجميع متضادر بها ولكن يمكن لبريطانيا العودة للتحاد الأوروبي بصورة ما حتى وإن كان باتفاقات جديدة بصورة جديدة إلى جوار الخطوة الخليجية ولكن لا أتطور أن تجارة حرة مع دول الخليج ستسد أو هتحل محل التجارة الحرة الموجودة ما بينها وما بين الحد الأوروبي الخليج لا يعني غير كافية نهائيا أن يكون بديلا للتحاد الأوروبي طب وإذا نظرنا على الجهة الأخرى فهل الخليج سيكون له مردود أو أثر بعد هذا التعاون يعني الخليج أنا شايف أن الخليج مستفيد لأن إذا كانت بريطانيا بتبحث عن التجارة حرة لكن السلع البريطانية ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة جدا مدخلات الإنتاج إحنا عارتين بريطانيا من الدول الصناعية لما مدخلات الإنتاج فيها بيزيد نحو 20% من التكلفة إذا فالمنتج البريطاني أصبح غير تنافسي فمش الفكرة أن نحن حتى ولو استفادت بريطانيا وقامت بعملية باتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج إلا أن المنتج الصيني يظل منافس بصورة كبيرة جدا فالخليج الخليج هو مستفيد بالنسبة لصادراته أن تأتيه صادرات من بريطانيا أو من الصين وأن يكون هناك تنافسية ما بين الشرق والغرب في أن يقدمهم سلع ومنتجات تنافسية للمواطن الخليجي بالتأكيد هو ده في فايدة للمواطن الخليجي على اعتبار أن الخليج لازال يعتمد على النفط كمصدر أساسي من إراداته لحين المضي خطوات في برامج التنويع الاقتصادي التي تتمنىها دول الخليج بالفعل أشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع تبدأ بريطانيا محادثات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة مع ست دول خليجية وتقوم وزيرة التجارة أماري تريفليان بزيارة للرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي والمؤلف من البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية وقالت تريفليان أنها متحمسة إذا أفتح أسواق جديدة لشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى ودعم أكثر من عشرة ألاف شركة صغيرة ومتوسطة الحج تصدر بالفعل للمنطقة وتعد هذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا في هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك في سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من فلث الاتحاد الأوروبي التجاري أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات العقارات في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو عامين في ظل تدعيات الأسعار وتوقعت شركة يوغو للأبحاث السوقية في استطلاع لها أن السوق العقاري سوف تشهد ارتفاعا في الأسعار خلال الأعوام القادمة وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة أن عدد السفقات التي تمت خلال الشهر الماضي أقل بنسبة 3.4% من الشهر السابق ليصل إلى ما يعادل 5.41 مليون وحدة سنويا وهو أقل معدل منذ يونيو 2020 أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نستكمل أخبار نشرة الثالثة طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش بضرورة القضاء وبشكل نهائي على الأسلحة النووية في العالم ودعا جوتاريش المجتمع الدولي للتخلي عن الأسلحة الفتاكة بشكل نهائي وضرورة حل المشاكل من خلال الحوار والتعاون وحذر من أنه مع وجود أكثر من 13 ألف سلاح نووي حول العالم فإن احتمال نشوب صراع نووي لم يكن من الممكن تصوره في السابق وقد عاد الآن إلى عالم الاحتمالات ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في بنجلاديش والهند إلى 112 قتيلا على الأقل وذكرت قناة CNN الأمريكية أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع والطرق في بنجلاديش كما تسببت في عزل العديد من المناطق في البلاد وفي الهند مما أسفرت الفيضانات أيضا عن تشريد الآلاف من الأشخاص من منازلهم ووفقا لمركز التنبؤات بالفيضانات والتحذير منها في دكة عاصمة البلاد يشهد منسوب المياه في جميع الأنهار الرئيسية عبر بنجلاديش ارتفاعا ملحوظا وقد اخترقت مياه نهر برهما بوترا أحد أكبر الأنهار في آسيا سدوده الطينية وأغرقت 3000 قارية تواجه العديد من الدول الأوروبية تسارعا جديدا في انتشار متغيرات جديدة من المتحور أوميكرا وشهدت البرتغال زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بلغت ذروتها مطلع الشهر الجاري حيث تجلت نحو 20 ألف إصابة يوميا وفي المملكة المتحدة اقتربت الإصابات اليومية مرة أخرى من أعلى مستوياتها منذ بداية ظهور الوباء كما تأثرت إيطاليا بتسجيل 30.526 إصابة جديدة خلال 24 ساعة بزيادة تقدر ب43.4% في سبعة أيام وفي فرنسا شهدت البلاد تسارعا في انتشار فيروس سارس كوف 2 لمدة عشرة أيام تقدمت شركة فايزر الأمريكية العملاقة للأدوية بطلب لوزارة الصحة اليابانية للموافقة على الجرعات المضادة لكورونا المعززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 11 سنة وسمحت السلطات الصحية في البلاد للأطفال في هذه الفئة العمرية حاليا بتلقي ما يصل إلى جرعتين فقط من اللقاح بينما يتلقى البالغون الجرعة الثالثة وقد أدت جرعات اللقاح لشركة فايزر المعززة بمقدار 6 أضعاف عند إعطائها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 عام بعد حوالي 6 أشهر من تلقيهم للجرعة الثانية وما زالت جهود الدولة تتواصل للنهوض بالخدمات الطبية ونقلها للمناطق النائية والمحرومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي هذا الصدد انطلقت 11 قافلة طبية مجانية اليوم وغدا وضمت القافلة جميع التخصصات الطبية وتنطلق أيضا في 11 محافظة بالوجهين القبلي والبحري نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية تل الحطب التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية علي حطب أن القافلة تشبل تقديم لكاح كورونا وعياد الضغط وسكر ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاد بالمجان للمرضى وتحويل الحالات الحرجة والتي تستدعي إلى المستشفيات الحكومية نحن النهاردة متواجدين في قافلة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة بنام على سيطة ويهاد السيد الرئيس ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة بنوصل للأماكن أكثر احتياجاً والأكثر فقراً ونحن بنشهر سيطة الرئيس على أنه في عهده شاف الناس المهمشة وفي ضمن ما أنه نقدر نوصل لهم ضمن المبادرات الرئاسية وإن شاء الله مستمرين وكل أسبوع في قافلة في مكان مختلف من محافظات الإسماعيلية إن شاء الله نظمت جامعة طنطق قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية المعتمدية بمركز المحل الكبرى بمحافظة غربية لفحص وعلاج 516 مواطن وصرف العلاج والدواء لهم بالمجان وأوضح رئيس جامعة طنطق الدكتور محمود زكي أن الجامعة نظمت قوافلة طبية شاملة تجوب القرى ومراكز المحافظة موضحاً أن قافلة اليوم في قرية المعتمدية بمركز المحل الكبرى وتأتي بالتعاون مع وزارة الشباب لتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية وقد شهدت القافلة تحويل 34 حالة لاستكمال العلاج في مستشفى طنطا تواصل مدرية الصحة بأسوان إطلاق القوافل العلاجية بمركز إدفو بأسوان يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد تم الكشف وصرف العلاج الذي يتوافر منه أكثر من 130 نوعاً بالمجان على المترددين من القرية والقرى المجاورة وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية وعمل أشعة الرنين المغناطيسي والمقطعي بالمجان نحن النهاردة في قرية كلح الجارة التابعة لمركز إدفو بالنفس القوافلة العلاجية على مدار يومين النهاردة اليوم الأول فكرة القوافلة العلاجية المتنقلة هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بنحاول بنوصل للخدمة كاملة متكمنة لأهلنا والناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجاً زي ما قلت حضرتكم بالنفس القوافلة على مدار يومين نحن عندنا عشر تخصصات طبية مختلفة الكشف والعلاج في القوافلة بالمجان عندنا صيدلية في أكثر من 130 صنف عندنا اثنين معمل مهمة الطفائليات ومهمة الدم معنا خدمة الأشعة العادية معنا خدمة الأشعة التلفزيونية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم لمدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المدارس التابعة للوزراء يبلغ عددها ثمانيات مدارس في تخصصات البترول والبترو كيمويات والنقل البحري ويتم اتحتها على منصة التعليم الفني على الموقع الرسمي للوزراء مناشدة أولياء الأمور بعدم الانصياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب وأولياء أمورهم أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة صدرات مصر للتجمعات الدولية بلغت 35 مليار دولار في عام 2021 بزيادة 22% مقابل 38 مليار دولار واردت جاء ذلك عبر تقرير نشره مركز المعلومات ويتضمن بيانات جديدة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وقد سلط التقرير الضوء على الزيادة الملحوظة في صدرات مصر العدد من التجمعات الدولية وأضح أن صدرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية جاءت بالمرتبة الأولى بقيمة 11 مليار دولار في عام 2021 بنسبة زيادة 6% بيليها تجمع اسكوة بإجمال 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 3.5% ثم الكماسة بالمرتبة الأخيرة بإجمالي 3 مليارات دولار بنسبة زيادة 31% قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن منظمات المجتمع المدني تطلع بدور محوري وهام في دفع العملية التنموية وأوضح المركز أنه في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية منظمات المجتمع المدني خصص العدد الجديد من مجلة آفاق اجتماعية التابعة للمركز في هذه الدورية لمناقشة دور المجتمع المدني من أجل تعظيم الدور التنموي للمجتمع المدني وزيادة فاعليته تتواصل جهود مصر للأعداد لمؤتمر المناخ كوب 27 وكان للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس المشاركة الفاعلة في منتدى إفريقيا للتاقى ببروكسل وقد شارك رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة سويس الأستاذ يحيى زكي في جلسة بعنوان الطريق من كوب 26 إلى كوب 27 والتي تطرقت وقد تطرقت كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الجلسة إلى إمكانات القارة الإفريقية الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة والتي لا تسهم فحسب في تحقيق إفريقيا للاكتفاء الذاتي بل المساهمة في أغراض التصدير للخارج أو خارج القارة على هامش زيارتها لبرلين عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جلسة مباحثات مؤسعة مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابك وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات للتعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار وعلى هامش اللقاء وقعت وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد الألماني أعلان نوايا مشترك في مجال تدريب مدير الأعمال التنفيذيين في مصر وذلك بالإضافة إلى توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية ونظيره الألماني ومن جانبها أكدت نيفين جامع إنشاء مجموعة عمل مصرية ألمانية لتقييم نتائج تنفيذ البرنامج وتقديم مقترحات لتحسين كفاءة إجراءة التدريب لمدير الأعمال التنفيذيين تواصل مصر جهودها الدقوبة لدعم رؤيتها التنموية والتعزيز العمل المشارك مع جميع الدول والتكتلات الاقتصادية ومن هذا المنطلق وصلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المرشاط لقاءاتها المستمرة مع مسؤول المنظمات الأممية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بالنمسا وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي عقد بفيين وعقدت المشاط لقاء مع مديرة المكتب الإقليمي لإفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهوانا إيزيقانا كما عقدت لقاء مع المديرة التنفيذية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بمنظمة الطاقة المستدامة للجميع دوميلولا أجوانبي والطاقة الوزيرة السيدة بريتي سانها السكرتير التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال كما التقت الوزيرة رانيا المشاط بمدير قسم الاستثمار بشركة أكوا باور لطاقة كليفترون وممثلة بنك التنمية النمساوي سبيني جابر إلى البورصة المصرية والتي أنهت مؤشراتها في تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي مدفوع باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات المالية وصندوق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد العرب والمصريين وفيها خسر رأس المال السوقي لأسهم شركات المقادة بالسوق ما قيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فهبط المؤشر الرئيسي للبرصة EGX-30 بنسبة 88 من 100% ليغلق عند مستوى 9612 نقطة كما ترجع مؤشر EGX-70 بنسبة بلغت 68 من 100% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX-100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 72 من 100% لينهي التعاملات عند مستوى 2661 نقطة تحول اليوم ذكرى رحيل رائد الواقعية المخرج صلاح أبو سيف قدم المخرج صلاح أبو سيف ما يقرب من 50 عملا فنيا اختير منها 11 فيلما من إخراجه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية وذلك حسب استفتاء النقاد في عام 1996 الواقعية في السينما مذهب ومعالجة المشاكل الإنسانية غايته والموضوعية في التناول طريقه إلى حفر اسمه كأحد أفضل المخرجين في السينما المصرية إنه صلاح أبو سيف الذي ولد في العاشر من مايو من عام 1915 بمحافظة بن سيف وبعد حصوله على شهادة التجارة متوسط عمل في شركة النسيج بالمحل الكبرى قبل أن يلتحق بالعمل بالصحافة الفنية التي كانت سبيله إلى دراسة السينما ومنها السفر إلى فرنسا وإيطاليا لدراسة الفن السابع دايما في ألبي كان أول فيلم من إخراجه في عام 1946 وتوالت بعده أعماله الإبداعية التي ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية أبو سيف كان يملك أحد عشر فيلما ضمن قائمة أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية ولعل أهم أفلامه بداية والنهاية والقاهرة 30 والزوجة الثانية تميز أبو سيف بتنوع وجودة أعماله واقترابها من قضايا المجتمع كما اشترك في كتابة السيناريو لمعظم أفلامه حيث كان يعتبر كتابة السيناريو أهم مراحل إعداد الفيلم ويعد صلاح أبو سيف أول مخرج مصري يدخل تاريخ السينما العالمية حيث عرضت له أعماله في مهرجنات دولية وفي الثاني والعشرين من يونيو من عام 1996 رحل رائد مدرسة الواقعية في السينما المصرية عن عمر نهز 81 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت لما يقرب من نصف القرن رحم الله فقيد السينما المصرية ورائد الواقعية وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنام توجيهات رئاسية بإعداد حزمة من الفرص للمستثمرين السعوديين ورئيس الوزراء يشيد بتوقيع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليار دولار مع المملكة أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة الكويتي ويدعو لإجراء انتخابات جديدة مصر أكثر من ألف شخص وإصابات المئات جراء زلزال بأفغانستان ومصر تعرب عن خالص تعازيها للضحايا وأسرهم انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء